كريسترشون المحنك وأوكيسون المخلص مناظرة ساخنة في البرلمان حضروا معاطفكم السويد تنتظر موجة برد قارس هذا الشتاء أخبار السويد من الكمبيس أهلا بكم مناظرة ساخنة في البرلمان مع بداية عمل الحكومة الجديدة رئيس الوزراء أولف كريسترشون أعلن أن الحكومة ستفي بوعدها الانتخابي وتقدم حماية للناس من أسعار الكهرباء المرتفعة كريسترشون حدد أربع مجالات ستركز عليها الحكومة وتتمثل في مكافحة الجرائم الخطيرة وتجاوز الأوقات الاقتصادية الصعبة وإخراج السويد من أزمة المناخ وأخيرا عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي الناتو وعن جرائم العصابات قال رئيس الوزراء أن الأمر قد يزداد سوءا قبل أن يتحسن وفيما بدى كريسترشون متفائلا بحل المشكلات التي تواجهها السويد قال رئيس حزب ديمقراطي السويد جيمي أوكيسون إن البلاد بحاجة إلى نقلة نوعية في عدد من المجالات مؤكدا أن الحكومة وحزب ديمقراطي السويد مصممان على معالجة المشكلات على الطرف المقابل قالت رئيسة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرشون إن حزبها سيواصل العمل في المعارضة من أجل أن تبقى السويد هي السويد ملمحة في ذلك إلى اعتراضها على التغييرات الكبيرة التي قد تفرضها حكومة اليمين على البلاد بينما شنت رئيسة حزب اليسار نوشيد دادا جوستار هجوما حادا على الحكومة الجديدة محذرة من خفض تمويل الرعاية الصحية والاجتماعية لصالح الشركات وقالت دادا جوستار إن السويد وصلت إلى حفة الانهيار في المدارس التمهيدية ورعاية المسنين والمستشفيات رئيسة حزب الوسط أنيلوف اتهمت الحكومة بالمساواة بين ضحايا الجريمة والمجرمين في سياسة الترحيل المقترحة من قبلها وقالت لوف في مناظرة مع كريسترشون إن ما يسمى اتفاق تيدو يظهر أن افتقار الناس إلى السمعة الجيدة سيصبح سببا للترحيل معتبرة أن الحكومة تتهرب بذلك من مسؤوليتها عن الضحايا المزيد مما حدث خلال هذه المناظرة في البرلمان اليوم في هذا التقرير لم تحمل المناظرة الأولى بين رؤساء الأحزاب بعد تشكيل الحكومة جديدا غير أنها أنبأت بجو سياسي عاصف طيلة الدورة البرلمانية الحالية أحزاب المعارضة شنت هجوما حادا على اتفاق تيدو الذي تشكلت بموجبه الحكومة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف بينما بدى رئيس الوزراء أولف كريسترشون مدافعا محنكا عن سياسة حكومته والبنود التي فرضها حليفه الجديد يامي أوكيسون في الاتفاق الأخير حاول الظهور أمام السويديين بمظهر المخلص فكل الحكومات السابقة من اليمين واليسار من وجهة نظره اتبعت سياسات غير مسؤولة في العقود الأخيرة في حين يصمم S.D. الآن على حل كل هذه المشكلات بحسب أوكيسون الذي قال أيضا إنه من غير الأخلاقي الاستمرار فيما أسماه رمي الأموال على مواطني الدول الأخرى بينما السويدينا يعانون ولم تخل المناظرات الثنائية الكثيرة بين رؤساء الأحزاب اليوم من لهجة التهكم والسخرية ومن أمثلة ذلك ما قاله رئيس حزب الليبراليين يوان باشون عن ماجدلين أندشون بأنها تجيد قراءة الخواطر حين قالت إن الليبراليين يعتبرون في قرارة أنفسهم S.D. خصمهم الألد رئيسة حزب الوسط أني لوف كذلك قالت إن على أحزاب اليمين الثلاثة أن تتبع نظاما غذائيا صارما لأنها باتت تأكل سياسة S.D. بنهم فيما تجاهلت ماجدلين أندشون انتقاد سياسة الهجرة والاندماج التي قدمتها الحكومة ورأى محللون أنها تفعل ذلك للقول إن حكومتها من بدأت تغيير سياسة الهجرة في محاولة لاستعادة الناخبين الذين نجح S.D. في استقطابهم مناظرة عاصفة إذن مع بداية عمل الحكومة الجديدة واللافت فيها أن التعاون مع S.D. ما زال مثار جدل كبير رغم أنه ثبت أقدامه داعما للحكومة وثاني أكبر الأحزاب ويبدو أن يمي أوكيسون سيبقى يعاني من عقدة رفض نصف السويديين له رغم قبوله من أحزاب اليمين التغييرات الكبيرة المقترحة في سياسة الهجرة السويدية تثير حفيظة موظفي مصلحة الهجرة عدد كبير من الموظفين اعبروا عن احتجاجهم على سياسة الحكومة الجديدة معتبرين أنها تفتقر إلى التعاطف والإنسانية إدارة مصلحة الهجرة أخترت الموظفين الأسبوع الماضي عبر مقال على الشبكة الداخلية بتغييرات حادة للحكومة وحظي المقال بتعليقات منتقدة فيما اتهم موظفون الإدارة بمحاولة إسكاتهم المدير العام للمصلحة ميكاييل ريبنبيك كتب في المقال أن التغييرات سيكون لها تأثير كبير على عمل مصلحة الهجرة بينما سيكون لبعضها تأثير فوري وفي قسم التعليقات على المقال أعرب كثير من الموظفين عن آرائهم وقال بعضهم أنهم سيتركون العمل لأن السياسة الجديدة لا تتوافق مع قيمهم الشخصية فيما تركز سيصة الحكومة الجديدة على مكافحة جرائم العصابات قتل فتا يبلغ من العمر 16 عاما بإطلاق نار في مدينة ساند فيكن الليلة الماضية أحد المرة عثر على الفتا مصابا بالرصاص في ممر للدراجات الهوائية وبعد نقله إلى المستشفى توفي متأثرا بجراحه الشرطة قالت أن الفتا غير معروف لها ضمن بيئة العصابات لكنها استبعدت إصابته بطريق الخطأ مرجحة أن يكون هو المستهدف بإطلاق النار وما زالت دوافع الجريمة مجهولة غير أن الشرطة لا تستبعد أن تكون جزءا من تصفية الحسابات بين العصابات رئيسة الشرطة المحلية مونيكا كارليلسون حثت كل من يعرف شيئا عن الحادثة على إبلاغ الشرطة وقالت إن بعض التفاصيل الصغيرة قد تكون مهمة جدا في التحقيق السويد في المرتبة الرابعة بين دول العالم على مؤشر سياسة القانون حسب دراسة أجرتها منظمة مشروع العدالة العالمية المستقلة وشملت 140 دولة الدانيمارك والنرويج وفنلندا احتلت المراكز الثلاثة الأولى على المؤشر فيما احتفظت السويد بالمركز الرابع منذ العام 2016 الدراسة تتناول عوامي الكثيرة من أهمها غياب الفساد واحترام حقوق الإنسان وشفافية الحكومة الاستطلاع أظهر أن تقييم سيادة القانون انخفض في أكثر من نصف البلدان المشمولة في المسح واحتلت أفغانستان والكونغو وهيتي المراكز الأخيرة حضروا معاطفكم وعجلة سيارتكم الشتوية فالشتاء السويدي القارس في الطريق خبراء في الأرصاد الجوية يتوقعون أن تكون الأشهر الثلاثة المقبلة أكثر برودة من المعتاد الخبراء قالوا إن موجات البرد قد تماثل ما شهدته البلاد في تسعينة القرن الماضي حيث ستكون الخرارة أقل من المعتاد بحوالي ثلاث درجات في عموم البلاد وتهدد البرودة القارسة بزيادة خطر تشكل الجليد على الطرقات الخبراء يتوقعون أن تبدأ موجات البرد في نهاية نوفمبر المقبل وإلى ذلك الحين سيكون الطقس اعتياديا في مثل هذا الوقت من السنة بأخبار الشتاء نصل إلى ختام أخبارنا لهذا اليوم للمزيد من الأخبار والمواضيع مع عليكم سوى زيارة موقعنا الكمبيس.س إلى اللقاء إرامة للمكسرات جيب أبوكاس جيبه في الروس في أبوكاس تريم تاب شارك في رحلة نجاحنا أس آي موبلر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر